اختتمت جمعية الرحالة لهوات المشي في طنجة فعاليات أيام الرحالة في دورتها الأولى تحت شعار ابن بطوطة منارتنا وذلك إحياء لذكرى خروج الرحالة ابن بطوطة في أول رحلة له من طنجة مسقط رأسها شهر يونيو من عام 25-300 ألف وقد تخللت فعاليات أيام الرحالة مجموعة من الأنشطة الثقافية والتطوعية والتكوينية يقربنا منها محمد الريشي انطلقا من الرمزية التي يشكلها ابن بطوطة لمدينة طنجة وإيمانا بإشعاعه في مجال الرحلة والصفر وبمناسبة الاحتفاء بالذكرى خروجه في أول رحلة له من مسقط رأسه بطنجة والتي تصادف شهر يونيو من كل سنة نظمت جمعية الرحالة لهوات المشي بطنجة الدورة الأولى من مهرجان الرحالة بشعار ابن بطوطة منارتنا أيام الرحالة في دورتها الأولى تنظم من طرف جمعية الرحالة لهوات المشي بطنجة تحت شعار ابن بطوطة منارتنا الأيام شملت مجموعة من الفقرات على مدى أربعة أيام اليوم نتواجد في اليوم الختام للفعاليات الآن ننظم نشاط بشراكة مع جامعية التوصل للصم ومقاطعة تنجة المدينة وبقية الشراكة نتواجد الآن في غابة الرميلات غابة برديكاريس لننظم في نشاط تحت عنوان الطبيعة مسلك وسلوك طبعا هو نشاط نسعى من خلاله إلى تحسيس الساكنة دي المدينة وتحسي الرأي العام بصفة عامة إلى أهمية الوعي بالدور الذي تلعبه أو تؤديه الغابة في التوازنات البيئية والتوازنات الصحية للإنسان بصفة عامة فنحن من خلال هذا الشعار الطبيعة تمسلكنا وسلوك نسعى إلى أن نغير سلوكنا ونحن نسلك في الغابات وعلى جنبات لوديان وعلى ونصعد الجبال وما إلى ذلك برنامج المهرجان تنوع بين الزيارة لدارح ابن بطوطة وموقع فضائد باكرة ابن بطوطة ثم ندوى حول المشي والتوازنات الصحية للجسد ثم محاضرة حول المواقع الأثرية بجهة طنجة دوان الحسيمة فضلا عن خرجة مشين لفائدة الأطفال بمشاركة جمعية التواصل للصم والبكم اليوم جميع التواصل حاضرة مع الأطفال للصم في النشاط لخرجة طرفية في غابة برد كاريس مع مشاركة ديارة في أيام الرحلة بشاركة مع جميع الرحلة لهوات الماشي هي خرجة طرفية هي بيئية وكأنها حملة تحسيسية أن الأطفال صمرة أطفال عاديين يقدروا يمرسوا حياتهم الطبيعية وهي إعاقة كاينة وما فيها تشي مشكلة أنهم يشاركوا في أنشطة في حال هيدا داخل مدينة طنجة أو خارجها بشعارها ما فاز إلا المشهد تعد جمعية الرحال لهوات الماشي بطنجة إطارا جمعويا يهدف من جهة إلى إشاعة الوعي من خلال التوازن البذني والنفسي للإنسان ومن جهة تانية تسعى إلى ربط ثقافة الماشي بروح الاستكشاف وتقص التنوع الذي يسم الأمكنة والأزمنة وذلك من خلال استصحاب أسئلة الفكر والثقافة والحضارة شكرا